بس خلينا نضيف على ده على أن كل القوى السياسية بلا استثناء غالبية النقب بلا استثناء إذا كانوا بيدعوا في خلال عشر شهور اللي فاتوا أنهما كانوا مشاركين في صورة شنال أنهما مستمدوا شرعيتهم من الميدان سؤال لهم لماذا لم ينزلوا ميدان التحرير الآن لأنهم يعلمون تمام العلم أنهم فقدوا شرعيتهم أو فقدوا مصدقياتهم عندما هم موجودين في الميدان الموجودين في الميدان هم هؤلاء الشباب الأطهار النبلاء الذين نزلوا في بواكير الثورة يوم السلساء 25 يناير هؤلاء الذين لا تجدنهم على الفضائيات ولا على صفحات الصحف الذين لم يسعوا لتقديم برامج على الفضائيات أو يكتبون في الصحف أو حولوا الثورة إلى سبوبة أو بيزنس الموجودين الآن هي كافة وجوه الشعب المصري يعني هم لم ينزلوا للبحث عن النجومية طيب داي خليني أفهم دلاتي لو إحنا بنقول الانتخابات حتى الآن معلنة أن هيهم الاتنين اللي جاي وفي حالة لفقد الثقة في كل الأحزاب يعني المشعزة في أحزاب في الميدان كتير في أحزاب في الميدان بس بذات أحزاب الثورة شباب وكبار بتوهم بس مش تحت شعارات يعني بصفة شخصية يعني الناس موجودة علشان برضو ما تبقاش بتفرق وفي أحزاب علقت دعياتها الانتخابية بذات أحزاب الثورة لكن الميدان لفظ أيضا يا سالي بعض الشخصيات وقوة سياسية بعينها لو أنت كنت هترجع إلى أحداث 28 يناير وما بعدها هؤلاء كانوا مرحبين في الميدان لأنهم جارك أشفوهم خلال العشرة أشهر وعرف مدى تواطؤهم الشديد مع السلطة لا بس هو كمان حتى الأحزاب في أحزاب علقت حملات الانتخابية من يوم السبت أو مفهوم وفي أشخاص عملوا كده بس في أحزاب فضلت حتى رجل وراء ورجل قدام ولا بنسمع لها تصريح ولا أنا مش بكلم حتى على الحزب للغاية دلوقتي موقف واضح والإخوان المسلمين عشان باش بنقول يعني ده الإخوان العناية إنها مش نزلة مش نزلة وضدوا الانتخابات في طارق الهوخة يعني بس في أحزاب تانية فضلت لغاية يوم الاثنين والثلاث الصبح مش عارفين يطلعوا تصريح مش عارفين يطلعوا بيان لا لي فيه خوف أن زي ما تقولي الفصيلة التانية اللي هو الإخوان نازل ومستعد فهم مش عارفين يعملوا إيه هم عاوزين ينزلوا الميدان يعني ده في تقديري عاوزين ينزلوا الميدان ويعلقوا كل شيء لكن في نفس الوقت لو حصل أن الانتخابات بقت يوم 28 وموجودة يبقى الأحزاب دي هتقدر أنها تتنافس إزاي فهم طبعا في موقف صعب لكن أنا بكلم على الحزب اللي أنا منتمية ليه مثلا أو مش دفاعا عن الحزب أو أي حاجة القرار من جوة الحزب ومن جوة شباب الحزب بالذات إن إحنا أسفين إحنا مش هنبقى بنعمل دعاية انتخابية في الموقف اللي إحنا فيه ده بالذات وفيه دماء في ميدان التحرير وطلبنا من كل قيادات الحزب كله وأن كله يتواجد في الميدان وغير كده ما عندناش أي كلام تانية طيب أستاذ محمد دوازي أنا عن انتخابات الاتنين دي أنا كمواطن بقى قاعد بيتفرج علينا في التلفزيون والعمر نزل ميدان التحرير ومش ضده ولا معه وبالناس بيقول إن الأحزاب خزلتهم وإن الأحزاب محبطة هنعمل إيه من الاتنين اللي جاي ده في جملة موجزة ما نسميهم الكتلة الصامتة في تقدير الشخصي لن ينزلوا الانتخابات في المحافظات التي شهدت أحداثهم على رأسيها القاهرة والأسكندرية القاهرة والأسكندرية دي المحافظات الموجودة في المرحلة الأولى إذا كان التصريح اللي طالع النهاردة على لسان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن نتأجيل الانتخابات باطل قانونة أو كده لكن أعتقد أن يمكننا ترحيل محافظات من المرحلة الأولى زي مثلا القاهرة والأسكندرية ممكن تكون في المرحلة التانية أو التالتة ونقل محافظات زي أسوان التي لم تشد أي أحداثهم للمرحلة الأولى تأديري قرار زي ده من المنتظر أن يصدر هو بس تغيير المراحل يعني آه يعني تغيير لكن علينا أيضا أن ندفع يعني برضو يتم الانتخابات آه بس أنا برضو سؤالي هو في الوقت الأحزاب فقدت مصدقية شديدة وكل الطيرات لازم نعترف والناس بقت فتحهم كده وكشفهم هو ده المجلس اللي احنا عايزينه يعني احنا ننتخب ناس لا المجلس قبل هذه الأحداث أيضا هو مش ده اللي احنا عايزينه بس أنا بقول كمان يزيد 20 بلا قبل الأحداث دي المجلس يعني للأسف لاني وعب بصي المجلس اللي ستحتكره أغلبية بعينها يعني احنا مش عايزين نعيد إنتاج برضو نظام مبارك أنه كان هناك فصيل سياسي بعينه ألا وهو الحزب الوطني الحاكم هو اللي كان محتكر الأغلبية يعني فكرة صناعة بقى الأحزاب وتوجودها بشكل كبير في الشارع ده بيستغرق وقت طويل بس على الأقل نستعيد إحدى السلطات الثلاثة التي يحتكرها المجلس العسكري لأنه معه السلطة التشريعية التنفيذية والرئاسية يعني إن أنا أخد بس السلطة التشريعية خلينا لما نكون محتاجين قانون أو نروح للبرلمان ده علشان يناجوا ويطلعهم بس حتى ده في الإعلان الدستوري ما كانش من صلاحيات مجلس الشعب أو يعني أنه بقوة يبقى مسموح له التشريعات دي من غير ما نرجع تاني للمجلس العسكري مع الضغط في الميدان يا سالي مع الضغط بصي فكرة أن أنت هتتحولي لدولة ديمقراطية بين يوم وليلة المجلس العسكري سيكون مثالي وهتبقى أمام حكومة يعني ذات ساعتها مش هيحصل اللي بيحصل الآن هو الألية الوحيدة التي ثابت نجحها منذ 11 فبراير أو منذ 25 يناير حتى الآن هي ألية التظاهر في الميدان لأن هي دي اللي بتحقق النتائج طيب هرجع تاني الميدان وأريد أن أعرف تفاصيل بما أنك معنا يا سالي ومتابع الأحداث هرجع تاني لأنه واضح جدا أنه الشباب المتظاهرين مش عايزين يروح وزارة الدخلية واضح جدا أنهما بس عايزين يأمنوا مدخل ميدان التحرير خليني يقول لك كل الكلام اللي بيتقل وانا جاي الصبح تليفونات ما هم اللي رموا توبة فاشرحي الوضع يعني اشرحي مين بيبتدي إيه طيب دلوقتي حتى لو هم اللي رموا توبة يعني ممكن نقارن توبة بأسلحة يعني مش السلاح اللي احنا شايفينه في مدان التحرير اللي بيحصل زي ما نقول أنه بيبقى فيه استفزازات الاستفزاز ده بيبقى عبرا عن إيه إن الأمن المركزي بيقرب جدا من الميدان يعني بيقرب لقاعة إيور تهريبا بجاعة الجامعة الأمريكية ومنها أنه أنت يعني أنت مش لازم تخش الميدان علشان تحدفي مثلا قناة المسائل بريك أصدق إيورت النحية التانية بريك الباب بتاع الجامعة أمريكية الباب القريب من التحرير فده لو أنت مثلا حدفت قناة بالمسائل الدموع أنت مش لازم تخش الميدان عشان تحدفيها أنت من المكان ده تقدر يتحدفي على الميدان كله وده اللي حصل ما هو حصل من يومين قناة بالتوصل بالضبط بتوصل فهما كل ما يقربوا يروحوا رمين حاجة الناس بتبقى نيمة الناس بتبقى بعيد شوية ما بيبقاش فيه غير مجموعة قليلة جدا وقفة متحفزة يعني مستنية تشوف مين بيقرب بالضبط هما كل ما يقربوا أكتر ما هو ده استفزاز لما تحدفي أول قنبلة تاني ما هو ده استفزاز ده بيخلي أن الميدان كله بيحاول أنه هو يقرب ويخش على محمد محمود ففي الحالة دي نقول لي حالة القر والفر مين بيبتدي فيها لو يمكن تكون التوبة هي اللي ممكن تبدأ بحاجة زي كده من تبدأ بخرطوشة صعبة بالضبط كده فلازم نعرف موازين القوة برضو موجودة في الميدان النور مقطوع في محمد محمود مين اللي قطع؟ النور قطع في الميدان قبل كده لا نور بيتع في الميدان لكن تحديدا محمد محمود حيث الكر والفر وحد معطوبة وحد مع اسلاحي خلال نتساءل يعني نتساءل مين يقدر أنه يقطع النور مين شايف كويس قوي بالحاجات اللي هم لابسانها زي اللي أنا كنت لابسانا كنت شايفة كويس قوي هلت ترى ما ده في إنفرا راد بتاعت الأفلام الأمروكيني وكده؟ لا ما فيهوش إنفرا راد لا أنا لابسانا خالص يعني لا هو عادي خالص بس بتاع الأمن السنايب يخليكي فعلا يعني النظر محجوب تماما يعني الدخان ما بيدخلش معينك آآ آآ خالص فتقدر يتشوفي لكن أي حد تاني وقف هناك لمدة دقيقة بس بيبقى تقريبا مش شايف حاجة أنا بستغرب اللي وقفين في الصفوف الأولانية وقفين من غير حتى ما يغطوا عنهم ولا حتى مغطين بقو دول يعني ناس خلاص صمدة بجد فبدلا من يعرف إن ده شعبي المصري اللي بجد قوي وإن هو قادر إن هو يقف وعنده القضية دي بقى إحنا نقول عليه بلطج يقول عليه ده بيحمينا جوى الميدان إحنا كل شوية يجي لنا ألارم يعني جوى الميدان تخبيط وحاجات إن هم دخلين علينا بيحصل بقى حالة من الظعر جوى الخيام في كل حتة من الميدان والناس بتطلع برا يعني ده الصف الأول اللي حمينا دول الجابهة بتاعتنا هي بس أقولي الألارم ده الناس بتمسك طوبة وبتخبط على العوامين وزي قرع الطبول كده بتاع الحرب يعني عشان ناس تعرف إن فيه جوى تاري جاي صوت الطبول يوم موقعات الجمل أنا عملت أنا كنت من الناس اللي بتعمل دي كان يعني معظمنا على جنب بيعمل دي للآخرين في المداخل كلها وده بعت حاجة دلوقتي موجودة على طول أي مكان بيخش منه وإنت بتبعى عارفة حتى الطبول جاي يصد جاي منين وأنهي مدخل حتى لمش يدر يصد يجري على الأل يعني أو يبعد يسيب يقدر يصد يقف إحنا بنحاول إن الناس ما تجريش ونقول إثبت إثبت علشان مأمن الده أنا بلاحظ إن إحنا برضو بننجر إلى فكرة الدخول في أدق تفاصيل ما يجري لحظة بلحظة أو قرع الطبول والتوبة والزلطة هو الأصل إن إحنا ننقل مباشرة على من تسبب في توتير المناخ وإن المناخ يقوم متوتر بهذا الشكل هي السلطة الجزء الثاني إنه لا يوجد أي حلول على الأرض يعني لم يتم تشكيل أو تكليف شخصية ما محل توافق مثلا لكي تتولى حكومة الإنقاذ بس حكومة حقائية بقى يعني حكومة بصراحيات حكومة بصراح ما أنا بقول الوصول إلى الشخص رئيس الوزراء هنعرف عزي الحكومة فعلا هتبقى حكومة بجد ولا لا يعني ولا حكومة الزراع للمجلس العسكري أنا في تقدير إن وجود خطوة زي كده تقدر تخفف التوتر لأنك هتقري الشخصية أو سمات الشخصية الموجودة تقبل ضغط أولا اتنين أنه لم يتم تشكيل لجنة تقص حقائق محايدة من شخصية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة وما أكثرهم في المجتمع المصري ليه التحقيقات الموجودة في الميدان يعني إنما كل يوم أنا كإعلام ودجر في التفاصيل وقرع الطبول المفروض الحل المفروض يبدأ من فوق طيب وده أخي يسأل حضرتك سؤال اللي بيتقال في وسط الناس فكرة دول مش الثمانين مليون دول مش الثمانين مليون هو عادة اللي بيحصل تغيير في بلاد العالم كلها الشعب كله كله بأطفاله بستاته بعواجيزه بينزل يعني يعمل التغيير والعادة في فئة هي اللي بتحرك الأشياء نحن نروح بعيد بلا بس ما فهم يعني نحن ناخد ثورة 25 آه صح ندرس من تاريخ البواكير يوم السلساء 100 ألف شاب مصري يتمتعونا بفرص عمل جيدة بدخول مرتفعة بمستوى اجتماعي جيد يعني بمستوى ثقاف رفيع لو نظريا حسب وجه نظر النظام السابق وأعضاءه وكباره اللي نزولوا دول مدان التحرير عيشيتهم زي الفول إذا ما كانيش نزول من أجل العيشكات الحرية الكرامة العدالة الاجتماعية مش أنا عشان أتمتع بدخل وإن أنا ما بصش ليه الفقير فإذا الفكرة دي يعني فكرة ساك هناك دائما طليعة الأمة يعني اللي هي دائما اللي بيجوا بعد كده على طول آه اللي تيجي بعد كده الشعب يعني فدول دربوا جرس الإنذار يوم السلساء الشعب شاف فعلا مدى ضربوهم وإنهانتهم وإنهاكم وقتلوهم 28 يناير وبتالي الشعب ينزل الميدان يعني السورات كمان لا تتحرك أولا بتتحرك فجأة وزي ما يقولون من مستصغر الشرر يعني اللي حصل مسلا يوم الجمعة أو يوم السبت إيه إن أسر الضحايا الشهداء كانوا معتصمين في الميدان آه معتصمين وجرى الاعتداء الأمن عليهم آه الأحداث بتالي التوسع لسبب بسيط دي القشة التي قسمت زر البعيد بس مش ديه تراكم العشرة أشهر الماضي آه أنا برضو سؤالي لما الناس بنسمعهم في التليفونات وفي البرامج وإحنا خايفين ومدائين ودول ما بيمثلوناش ودول مش هما الشعب سؤالي تاني مش المفروض إنه في العالم برضو هرجع تاني نموذج العالم مش بيه في فئة معينة مش هايسميها النخبة إحنا قرفنا يعني في كلمات كده بإينا عندنا حساسية منهم يعني الفئة معينة هي المتحركة اللي هي قد تكون الشباب قد تكون عندها أفكار هي دايما فئة المتبنين الأوائل يعني دول اللي بيقودوا دائما التغيير في أي مجتمع مش كده برضو أنا بحاول أفهم من حضرتك التحليل فئة اللي بيقودوا المجتمع هم عندهم جرس الإنذار هم اللي شايفين إحساسهم إن المجتمع بتسرق منهم يعني معظم الكتلة الصمتة تلاقيهم بينتموا لأعمار عمرية متوسطة أواخر الأربعنات الخمسينات بس هتلاقي اللي بيقود التغيير دائما هو الشباب 65% من المجتمع المصري أقل من 35 سنة أقل من 35 سنة يعني سلسين المجتمع إزاي حكومنا العواجيز ودي قوتنا على فكرة يعني دي قوى ندام الاجتماع إزاي حكومنا العواجيز يعني المؤسف أيضا أن بعد ما جرى في 11 فبراير بعد التنحي أن تقريبا أكثر من 95% من المتصدرين المجهد السياسي عواجيز سهري كنت عاست علاقي لا لا أنا كنت بقول أن بالعكس قوتنا أن الشباب مصري كتير يعني هي قوة أن دي بلد ممكن يبقى عندها استعداد للتغيير أكبر لأن اللي بيصنع التغيير من الشباب عملا يعني هو البرؤية جديدة لكن للأسف برضو زي ما بنقول أن تاني الشباب اتهمش تاني ما فيش قرار يعني اتاخد رأي الشباب بجد حتى لو كان بيتقلل الشباب حقيقي كان بيتقلل الشباب كمحاضرة يعني أنا هعمل كده أو هساوي كده أين الشباب في حكومة الثورة متوسط عمار حكومة الثورة فوق الخمسة وستين سنة لا وإحنا نرفض شباب بس إحنا نرفض إن إحنا نكون حتى في حكومة سكرتاريا يعني هو ده ورده حتى على مستوى الشكل أي حكومة بتيجي بعد الثورة دي سبق حكومة ثورة هو دا الأصل كون أنها تحولت إلى أنها سكرتاريا مش دا الأصل يعني مش دا الأصل معلش تسعي